شركة رابيت هاوس شركة متخصصة في إنشاء مزارع الأرانب داخل على مستوى مصر كلها وخارج مصر الحمد لله لنا سابقة أعمال في جميع محاوزات مصر أسسنا مزارع كتيرة جدا على مستوى الجمهورية وأسسنا مزارع على النطاق الخارجي في السعودية وفي الإمارات والأردن وفي سلطانة عمان وعملنا أكبر مزارعة أرانب في السعودية وكان بتسمى مزارع الرياض أرانب الرياض الشركة متخصصة في تأسيس مزارع الأرانب من بداية استلام الموقع وإنشاء المزارعة تماما إنشاء العنبر وتجهيز العنبر بعد كده بالمهدات واللي هي البطاريات وعندنا مجموعة طبعا مصدع متخصص في إنشاء تصنيع البطاريات أجود أنواع السلك وأجود أنواع الخمات طبعا في جلفانة في إلكتورستاتيك البطاريات الحمد لله الحمد لله عندنا طبعا متخصصين في سلالة الفيلاين أو خط الفيلاين ده يعتبر من أجود أنواع الأرانب الموجودة في مصر حاليا اسمه الفيلاين ده أرنب أسباني أصله أسباني معدلات نمو عالية جدا متميز في الرضاعة كويسة الأمومة عالية حجم البطن كويس ما بين 8 إلى 10 أرانب معدلات نمو عالية جدا بصراحة يعتبر من أفضل السلالات اللي موجودة حاليا في مصر متوسط عدد حجم البطن من 8 إلى 10 أرانب في البطن الأرنب ممكن تجيب متوسط لو اشتغلنا لإنتاج المكسف ممكن توصل ل10 بطن في السنة متوسط إنتاج الأرنب يعني كإنتاج حتى شبه مكسف ممكن توصل لحد من 50 إلى 60 أرنب في السنة يعني حضرتك شركة رابط هوك أسس المشروع لو حتى حاببها المشروع لأباني طبعا الحمد لله ولنا سابقة أعمال كبيرة جدا سواء داخل مصر أو خارج مصر الحمد لله أنا بشكر حضرتك جدا الله يباركيك رب الله يباركيك ربنا يباركيك ربنا يباركك مشكلين جدا طبعا بالنسبة لصناعة الأرنب من الصناعات اللي هي محتاجة رعاية خاصة في مصر إحنا ممكن نستفاد بالأرنب مش بس لحم الأرنب فقط إنا عندنا استغلينا حتى الجلد نفسه الفرغ بتاع الأرنب وده بدأنا هو نعمله عملية دباغة وعلى فكرة يعتبر جلد الأرنب 80% من صناعة أو من تجارة الجلود على مستوى العالم جلد الأرنب وده حاجة بدأنا هو عملنا دباغة لجلد الأرنب وبدأنا ننتج منه المفارش ديه بالمنظر ده كذلك لو بصينا على الجهة التانية دي ده جلد أرنب معمول لها عملية دباغة ومتصنعة بالشكل ده بالمنظر ده ده شكل ده قبل اتفق باع بعض المجازر اللي موجودة وبناخد منهم الجلدة بتوسط سقر الجلدة بدون دباغة في حدود 2 جنيه وعلى استعداد إن إحنا ممكن ناخد نستلم أي جلد أرنب بدل ما المربي أو المجازر أو يرموه ممكن نستفاد ونعمل معظمة للربحية سواء للمربي الصغير أو المربي الكبير وناخد منه جلد الأرنب بعد السلخ مباشرة حتى لو جمده بدون دباغة بدون أي حاجة خالص ممكن ناخده منه بـ 2 جنيه ويتعمل طبعاً بنصنع بالمنظر دواد بعمله عملية دباغة والجلد ده على فكرة بنصدره لمعظم البلاد الأوروبية صدرنا منه لأسبانيا وصدرنا للصين وصدرنا لإنجلترا أو كم دولة أكتر من كم دولة على مستوى أوروبا لأن فعلاً 80% من تجارة الجلود على مستوى العالم جلد الأرنب فنتمنى إن إحنا ممكن إن إحنا يعني لو أي حاج عنده إنتاج أرنب دكتوري إذا تتواصل معاقلي ممكن يتواصل معنا أو ممكن نستعم منه جلد الأرنب بدل ميرمية هيستفاد ممكن سعر لأي جلد 2 جنيه في الجلد الوحد أي كمية؟ أي كمية لو خمسين جلدة هناخد لو خمسين جلدة ممكن ناخدها إن شاء الله الله يبارك تحضر